لليوم الثاني تتواصل فعاليات المؤتمر العالمي السامن للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتبنى المؤتمر في نسخته السامنة قضية تغير المناخ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل